مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الطقس معتدل أثناء النهار ولطيف أثناء الليل مشاهدين فاصل ونواصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال اليومين القادمين تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة وبالتالي يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الطقس معتدلا بالنهار لطيفا بالليل أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء معتدلة إلى لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الطقس يوم الأحد معتدل أثناء النهار درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العظمى المتوقع 29 ولطيف أثناء الليل الصغرى المتوقع 20 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثة انخفاض آخر على درجات الحرارة طقس معتدل أثناء النهار لطيف أثناء الليل العظمى المتوقع يومي الاثنين والثلاثة 28 والصغرى المتوقع يومي الاثنين والثلاثة أيضا 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة في الأماكن المختلفة اربط طبعا المناطق الشمالية أجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل اربط 3221 عجلون 3120 جرش 3322 المفرق 3219 أما المنطقة الوسطى وعمان البلقاء 2921 مأدبة 2921 عمان 29-20 والزرقاء 32-20 البحر الميت أجواء حارة 37-28 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل الكرك 30-20 الطفيلة 29-20 الشراح 26-18 العقبة أجواء حارة 38 العظمى المتوقعة والصورة 27 درجة مئوية إمعان 31-18 أما المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 36-20 الصفاوي والرويشد العظمى المتوقعة 35 والصورة 19 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر